طيب وعلى صعيد منفصل أكيد حضراتكم متابعين الكعبالة السودة اللي وقع فيها فريق برشلونة في الفترة الأخيرة نتيجة الكثير من التفاصيل ده كل يوم يا كريم ده كل يوم فيه حاجة يعني ما شافوش خير بقالهم كتير مش شايفين خير طبعا أكيد كتير من حضراتكم تابع مسألة توليد شافي هيرناندز مهم التدريب نادي برشلونة الإسباني يعني اللي ممرتش عدة ساعات على تولي مهمته إلا ويجي خبر حزين متعلق بالإصابات بين صفوف النادي والأمر المراضي مرتبط بإصابة النجم إنسو فاتي حسب صحيفة موندو ديبروتيفو الإسبانية فإن هذا اللاعب سيبتعد عن الملاعب لمدة أربع أسابيع على الأقل بسبب إصابة في عدرة الفخد الأيسر كانت عرض لها يوم السبت اللي فات دم سلتة فيجو لم يعلن برشلونة عن الموعد اللي يعني ممكن أن يعود من خلاله اللاعب جاهزا للمشاركة مرة أخرى بالمناسبة وعمره عمره 19 سنة ولاعب عنده مهارات قوية جدا 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 وده معناه أنه مش هيشارك في مباراة فريقه أمام المنافسة الإقليمي إسبانيول برشلونة يوم 20 نوفمبر ولا أمام بنفيكا لشبونة يوم 23 نوفمبر وأكيد الموضوع ده برضو حينعكس بالسلم على أداءهم في هذه المباريات على كل حالة إحنا بنأمل أن برشلونة يعني بجد يتعافى جاي ما نصح المصطلح يتعافى فعلا أنه عنده كوارث متتالية بقالها فترة طويلة جدا وكل يوم بنقول طب إيه الجديد طب الأسبوع اللي بعده إيه الجديد الوضع يبعمل إزاي هل فيه تحسن حتى فيه فكرة هنا الأزمات المالية الضخمة اللي بيعاني منها ولا إداريا مثلا ولا فكرة هنا كمان رحيل ميسي هيكون فيه تعويض مثلا من صفقات مختلفة طب الوضع الحالي أصلا يسمح لصفقات أم لا طيب كومن وما وضعه ناس قالت لا يستمر ناس قالت لا لا يستمر لغاية لما وصل للغضب الجماهيري جدا ضده فالموضوع يعني أصبح برضو محزن محزن بارسلونا نادي عريق جدا وليه جمهور بالملايين في العالم كله فأنا واحد بالنسبة لي بتخيلت ممكن يجي علينا اليوم اللي نقول ما معناه عن نادي بارسلونا ها دعائيا او دعائيا نحننننننننننننننننننننننننم م brackets م ostatه الموضوع نادي بارسلونا شكرا 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 شكرا